عقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء واستهلها دولته بالقول يدخل وطننا اليوم عطبة السنة الثانية من الشغور في سدة رئاسة الجمهورية وهذا الشغور يؤثر بشكل كبير على البلد لما ترمز إليه رئاسة الجمهورية وللدور الأساسي لفخامة الرئيس ونحن ندعو ونطالب بالإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري رغم كل التحديات والصعوبات والأزمات التي يشهدها لبنان أضاف دولته حكومتنا تتحمل مسئولية وطنية في ظروف استثنائية دقيقة ونحن نقوم بواجبنا ونكرر دعوة جميع الوزراء للحضور والمشاركة معنا في تحمل المسئولية لهم مننا كل الاحترام ويجب أن يكونوا موجودين معنا ونعمل معا خاصة في هذه الظروف الضقيقة على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية إذا قررنا الوضع بين اليوم والتاريخ ذاته من العام الفائت عند حصول الشغور الرئاسي لوجب علينا أن نقول بأن الوضع أفضل بكثير مما كان عليه رغم كل المهاترات والحملات التي تشن وهذا الجهد مرده إلى عمل جميع الوزراء في وزاراتهم للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وحتى على الصعيد الاقتصادي فالقاسي والداني يشهد على الجهد الكبير المبذول وقال دولته إن هيئة إدارة الأزمات والكوارث تقوم بجهد وعمل مهني وأحب أن أهنئ كل وزير في نطاق مهامه ولقد أعطينا مثلا حقيقيا على العمل الجماعي في سبيل أن نكون في جهوزية تامة لمواجهة أيطار وأوجه بشكل خاص تحية تقدير إلى منصق اللجنة الوطنية لتنصيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية معالي الوزير ناصر ياسين لبنان موجود في كل الاتصالات الدبلوماسية التي تجري وفي صياك هذه الاتصالات زرت دولة قطر للاطلاع على آخر الاتصالات وإمكان الوصول إلى وقف إطلاق نار وبعدها يمكن البدء بالمساعي الأخرى وكما قلت سابقا هناك صباك بين وقف إطلاق النار وتفلت الأمور من هنا فإن وقف إطلاق النار لفترة خمسة أيام أمر ضروري تحت عنوان إنساني وخلال هذه الفترة تكون الاتصالات الدولية ناشطة من أجل إتمام عملية تبادل الأسرة لإرساء هدنة دائمة من أجل الاتفاق على الخطوط المطلوبة لإحلال السلام في المنطقة وتابع دولته كفان حروبا في لبنان فنحن مع خيار السلام أما قرار الحرب اليوم فهو في يد إسرائيل إن العدوان الإسرائيلي على الجنوب وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل وهي عنوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق كما أن الجرائم الإسرائيلية اليومية في كطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية ولسوء الحظ بات القوي يدعي امتلاك الحق في وقت نحن تربينا على أن الحق هو مصدر القوة وقال دولته هذه الحكومة تقوم بعملها دستوريا وتحرص على إبقاء لبنان حاضرا في المحافل الدولية ليقول كلمته ويدافع عن حقوقه ويرفع الصوت وفي الفترة القليلة المقبلة سأستكمل جولة العربية الوقت للإنقاذ والتضامن الوطني ضروري الأخطار الكيانية تحطو بنا وبالمنطقة وواجبنا أن نلتكي ونتحاور ونفكر معا للوصول إلى حل وطني جامع تتضافر فيه الجهود الطيبة والنيات الخيرة للعمل معنا هذا كل شيء في شيء أسئلة المقرارات معكم ياهم في بنود البريد ما صار مشكلة البريد كلف وزير الاتصالات كلف وزير الاتصالات رفع تقريره النهائي والمفصل حول الموضوع المطروح تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بيصير مع التنصيق مع وزارة المال بهذا الموضوع كله بيبينه كله لحيكون شفاف يعني شكرا